يظن أن الناس ينطلقون تنمية مثل التنمية البشرية يظن أنтов считوا nóisoso لدى الساعة يقول أنه مدرب في التنمية البشرية لن أمر محاضر للبشرية أو خبير أو تؤمن albert أنا أحب أن أقول أن أبحث في هذا الموضوع، أبحث في التنمية البشرية، إذا تحبه و تدلعني و تسميني مختص في التنمية البشرية، فأنت مشكولين في الجانب تنمية البشرية كبير يحتوي تنمية ذاتية و غيرها بعض الناس يقصد تنمية ذاتية، بالإنجليز يسمونها personal development فرض بين human development تنمية البشرية أو في المصطلح العربي يسمونها في التقارير يقولون تنمية إنسانية التنمية البشرية و تنمية إنسانية هي من خروم عام كبير يشمل التالي، يشمل الصحة، يشمل المعرفة، يشمل الحكم، يشمل الديمقراطية، يشمل حقوق الإنسان، يشمل الضخل، المرأة، الحياة الكريمة، التكنولوجيا فهو في الحقيقة يعني الحياة بشكل عام، الإنسان و حياته بشكل عام محبوب الحق اللي هو صاحب التعريف التي تبنتها الأمم المتحدة العالم الاقتصادي الباكستاني بدأ في تعريف التنمي البشر بأنه توسيع خيارات البشر توسيع خيارات البشر في كل المياه في ميدان المعيشة الكريمة في ميدان الصحة في ميدان المعرفة في ميدان طول العمر في ميدان الحقوق التمقاطية المشاركة الشعبية التكنولوجيا توفر الخدمات وثم الطفل والمرأة طبعا كجانب مهم في هذا الموضوع كون أنه في قصور مستمر صار لعقود يمكن قرون حتى فهذا موضوع التنمية بشكل أما تنمية ذاتية مثل يقولك والله شخص مختص في التنمية ذاتية فهو يعلم مثلا بعض التطبيقات كيف يحس من حياته أو التعامل مع ذاته أو التعامل مع نفسه أو التعامل مع مشاعره أو تعامل مع حاسيسه أو التواصل مع الآخرين فهذا تخصص موجود الناس اليوم الدربة في المرأة كيزوه ويدرس في الجامعات كذلك أحيانا ما يسمونهم ربما بهذا المسترح لكنه موجود من ضمن السيكولوجي أو من ضمن التواصل الشخصي فهو موجود من ضمن تخصصات لكن كمفهوم تبنته كتب سموها كتب أو مساعدة ذاتية ولي أنا مجموعة كبيرة من الإصدارات في هذا المجال فهذا تنمية ذاتية وهذه تنمية بشكل موسيقى ترجمة نانسي قنقر